اشتركوا في القناة في هذه الليلة الطيبة المباركة من ليالي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في ليلة من ليالي الخير والبركات وتنزل الرحمات بإذن الله تعالى في هذه الليلة سنكون معكم بلغة التقالق الجالية الفلبينية نذكركم كما ذكرناكم في كل الحلقات السابقة من كان يعرف أحد أو كان عنده أحد من يتحدث بهذه اللغة فيسمح له في هذه الدقائق متبقيا على الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائر قلبه ويهديه إلى دين الإسلام سيظهر أمامكم رقم لمن أراد الاتصال على الهواء ونطق الشهادة وأيضا ستضع أرقام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى لمن أراد التواصل معهم بعد الحلقة ويكون المجال أمامه مفتوحا أن يحتسب دقائق من وقته أيضا من ماله بهاتفه الجوال يتصل إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يترك أو يفسح المجال يفسح المجال لمن تحت يده بأن يسمع كلمات على الله سبحانه وتعالى يفتحها وصائر قلبه من الأشياء الجميلة وهذه حقيقة من خصائص هذا الدين العظيم أن كل إنسان في هذا أو في كل مجتمع مسلم يشعر بواجب اتجاه هذا الدين الجميع التفاعل المتعلم والأمي الكبير والصغير الغني والفقير العامل مدير الشركة الموظف الدكتور الطبيب الكبير وأيضا الممرض وغيره كل يقوم بدوله في مجال الدعوة والله سبحانه وتعالى أيضا المقصر وكون ذلك المقصر هذه بشائر جميلة وإشارات رائعة وممارسات ومارسة كل إنسان قبل أيام اتصل علي أحد الأخوة وفقه الله الأخ أبو عمار وحكي لم يكن لي سابق معرفة به وطرح مشروع جميل قال أنا ساوق سيارة أجرة ويعني لو قام الأخوة في مكاتب الدعوة أو الأخوة القائمة المسؤولين في المستشفيات مدراء المستشفيات أو المستوصفات أو الشركات وسمحوا لبعض الداعيات من الأخوات من من تحدثنا بأي لغة سواء في البنية أو السلنكية وغيرها يسمح ينسك مع مكتب الدعوة تأتي الداعية لهم في الأسبوع أو في الشهر ساعة أو ساعتين تجلس معهم وتحدثهم وتشرح لهم مبادئ أهل الدين العظيم وتدعون في الله سبحانه وتعالى وكون ذلك في ميزان حسناته وحدثني عن قصص هو كان يمارس في الدعوة لله سبحانه وتعالى أثناء عمله في سيارته يعني وهو ينقل الناس بسيارة الأجرة من مكان إلى مكان وكيف أن كثير من الناس يعني يتعجب عندما يبدأ هذا السائق يدعوه من الله سبحانه وتعالى أو يناقشهم في جماليات هذا الدين التي الحقيقة لا تكاد تنتهي في هذه الليلة أيضا لدينا ضيوف خاصين جدا ضيوف نسعد بهم ونتشرف بهم أبناء هذا الدين العظيم الدين والدين الإسلام لكن قبل أن نقدم ضيوف سأقدم الضيوف للكبار عندنا ومعنا في هذه الليلة الأخ الحبيب الداعية أبو عمر محمد دي لابين من مكتب الدعوة وعية الجاريات في الباطحة أهلا وسهلا بك أبو عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خلاص أبو عمر كيف حاركم شوال العياء طيبين كيف الأخوان في المكتب والدعوة وأيضا معنا الأخ أحمد فرناندز أبو نسلين كيف الحال؟ الحمد لله جزاق الله خير ومعنا أروى ابنت عبد المالك وأيضا مريم وزكي وهو حفيد شيخنا أبو عمر محمد دي لابين حلوا ضيوف علينا في هذه الحلقة سنبدأ أبو عمر كما اعتدنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج سنتحدث في قضية مهمة وهي التي اعتدنا نتحدثها نحن نتحدث عنها نحن نتحدث عنها نحن نتحدث عنها نعم 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 لكنني أعلم أنك تفهم عربي كما نحن نتحدث عن التوحيد لذا نبدأ من التوحيد ثم نتحدث عن نفسنا أبو عمر محمد دي لابين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم نتحدث عن نفسنا على رسول الله وصحبه 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 ثم نتحدث عن نشاء ا Lacan نتحدث عن واغ tips عن نبوانز عن صاحبه وصحبه وصحبه عدم وخفعه وصحبه وصحبه وتو فرقه طمع ان صحبه على طبع roboat للتائن اشتركوا في القناة فيه به وهو قاملة ليلة الله أو قاملة ليلة الله سمتعمل فيه قاملة ليلة الله سمتعمل هنا مصلنا على أليس أبناطنا نفسه نفسنا جدينى أنه انا نريد أن تفعلي من صاحب أنتم تفعلي من صاحب أولاً لاحقان الخالفات من صاحب speak for 6 دعائق وهي chakra في أجهدش على القدر ، هو المؤسس في الجيس و ذلك الشيخ المؤسس بدين على المغاربات النهمات وتبقى كل مؤسس بالشقاء كذلك التي حالقين على مغرّف صلى على المرصب وتبقى كل مؤسس في النوف الأعقل وقالواعي نجد في أجهدش على أجهد شخص للمؤسس بالنقة منذنا والأنس سبقى في بعض الأجهد الخاص بنيم الأسعى أنحي مؤسس بروس نحوظ فيتنال أنقذ لا يهرف على الجيس أجهد ترجمة نانسية لقد قمت بالتوحيد لقد قمت بالتوحيد أتذكر أن أبو نسرين شخصة عربية كانت تسألت أنك كم مسلمين قلت بأن القرآن كان كبت بي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له الحافظ فإن الله سبحانه وتعالى قرآن سبحانه وتعالى وإن قال إن إن كنت تقول ذلك القرآن كان بي الله سبحانه وتعالى وانت ألقى هل تعتقد أنت تذكر أن هذا الكبه أحتي لأن الله سبحانه وتعالى كان على ذلك شخصه ليسا وقد قلت نعم لماذا نا تقول أن هذا الكبه يدكى تطلق إلى الماضي لأن ذلك الكبه من الله سبحانه وتعالى قمت بسرعة لتعلم ولكن نلت تبقى رؤيتنا الأفكار سنعطينا أنهم لا يتحدثون عربية والأباء عروة ومريم وزيكو فهمهم لا يستطيع أن يتحدث عربية لكن الحمد لله الآن يستطيع أن يتحدث القرآن أكثر من أحيانا لذلك سنسأل أحدهم أن أروا ستحدث قرآن سورة القرآن ومريم أروا كيف حالك؟ الحمد لله تتكلمين عربية أنت كويس؟ الحمد لله كم تحفظين القرآن؟ واحد جزء واحد؟ ما شاء الله سورة المرسلات أدع طويلة مرسلات دولة وحدة قصيرة شوي القارعة، الزلجلة تحفظينها؟ زلجلة الرجل جالها؟ القارعة القارعة، يلا بسم الله سمي بسم الله أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المكثود وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه، وهو عيشة الراضية، وأما من خفت موازينه، فأمه هاوية، نار حامية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية طبعا الأروى، طبعا أبوها لا تتكلم اللغة العربية، وأمها لا تتكلم اللغة العربية، بل أبوها وأمها من المسلمين الجدد، ومع ذلك سبحان الله حرسوا على تعليمها، كما ذكرت تحفظ جزء كامل الآن، وأيضا كل مرة أراها وقابلها عندنا في المكتب، مكتب دابة بطحة، أراها بهذا اللبس، بالحجاب منذ الصغر سنة، وأيضا أختها الصغيرة مريم، وهذه إشارة ودلالة يعني أن الدين، هذا الدين الإسلام، الدين العظيم، هو دين ليس فقط تنظير فقط، هو اعتقاد وأيضا إيمان واعتقاد كامل راسق في القلب، ثم هو ممارسة، وهذه حقيقة يعني ننصح للأخوة والأخوات الاهتمام بالأبناء والبنات وتعليمهن، لبس الحجاب وأيضا والدتها ما شاء الله من الأخوات المتزمة بالحجاب، حجاب كامل، مريم كيف حالك؟ الحمد لله كم تحفظين تي؟ خمسة ما شاء الله، طيب اشتقرين الحين؟ اشتقرين؟ قارعة القارعة طيب، يلا أعود بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة، ما القارعة، وما درك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش مبصوص، وتكون الجبال كالإهن المنبوش، فأما من ثقلت موازينه، وهو في عيشة راضية، وأما، أما من خفت مواذينه وهو فيه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية طيب أروى من ربك ودينك ونبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم سأسألها لك أن أعطي لك سبحان الله كم عمرك أنت كم عمرك أنت 8 مريم كم 6 وزاكي كم كم عمرك أنت 4 ماشاء الله فقط تأكد أنت 8, 6, 4 وهم يعرفون من ربهم وعندما هناك أشخاص من ربهم 80, 70, 50, 40 وهم لا يعرفون من ربهم وهمهم هذا هو الوقت أعطي لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرفين الانبياء والمسلم نبينا محمد وعلى آله وشفنا إشمائينا الحمد لله إنه جيدا لنا أن نظر حقاً 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 لنسلم لا فقط لأنهم أقرأوا هنا ويهتم بشكل صديق وحقاً لأنهم أقرأوا به ويقاف عنه وقالة وقالة قارب يعني ساعنا كما تقرأ لتطلب موجودة كما تقرأ لذلك ويوجود في حرسانية ويوجود ويوجود هل ينقل هذه المعادة على الصعودين أمر من الأسبوع منه في مدر اصدقاء الحقيقة من أي أولا يعتقد أنهم فقط يعتقد أنهم أحدهم أصدقاء أنهم يعتقدون أنهم سيكون أحدهم أشدهم على القبيل هو نفسهم ا جدًا حقيقته أنهم مثل أتبع أنه سيكون أحدهم أعطينا هنا على الأرض كيف يمكن أن تكون هناك مدينة أعطينا على البرس ثم أعطينا فيه ثم فهي ميتمون إلى السهاد ونحن المخزن إلى السرطة ومن المخزن إلى الشرطة هذه السحية مخزنة جميعاً في أكبر ونحن أساسي من أجلك المصنصة أصبح من المسلم تحطيط على كتاباً منذ أنه منذ الشرطة منذ لينها there is a kind of problem in one christian for example that he tries to find himself on who the God really is and he wants to know who is this god and sometimes when I was a Christian I was being taught about Jesus Christ was God but deep in myself I know that he is not God I know that إنه حقا رحل تكون بشريح في أشخاص بشريح بشريح لكما فإن يصنع أصلاقًا لأنه إصلاقًا مجتمع بشريح ويصنع بشريحة غضوية ويصنع أصلاقًا إذا كنت تكون غضوية تبعين I mean if you are God yourself, you don't have to go and make yourself into the form of human and then people will mock you and you will be crucified and you will do something just at the end of it to justify that okay, this God humbled down Himself and was crucified and was killed by people out of the mercy to the people I mean, it's not logical for a God Himself to be like human and will be mocked by people and will be killed and will be crucified and then later on, you know. I mean, it's not very natural in the belief. That's why in Christianity you will find some people that they have many factions. Yeah. Because there are some Christians who believe in the Trinity and there are some Christians who do not believe in Trinity. There are some Christians who believe that Jesus Christ is part of God and there are some Christians who believe that He is just a mere prophet like us human, like Prophet Muhammad. So they have different concepts actually when it comes to that. But Alhamdulillah, the very big blessings that we have as Muslims that Allah SWT has sent the Quran. And if you stick in Quran, if you believe in Quran, everything will be explained, everything will be cleared from your mind. And all you have to do is just to follow what Quran is saying and then all the doubts will be washed away. I mean, you will know exactly the logic behind believing in one God, the logic behind understanding how to believe in one God. That means, what is the concept in the real God? I mean, whatever Allah SWT mentioned in the Quran about His attributes, really you would believe it. It's not like if God say something like this, is it true or not? No, but definitely you will believe. As Allah said in the Quran, there is a verse in the Bible. Yeah. Verse in the Bible that all the Christians, they know this verse that Jesus said. Jesus, the one who said this is Jesus. What he said? Hear Israel. The Lord, our God, is one Lord. You see? Jesus is the one who told them that the Lord, our God, is one Lord. This is the first commandment. So, meaning if this is the first commandment, all the Christians, they have to open their comprehension. Yeah, it seems to be confused for everybody. Sometimes when everyone asks anyone of the Christians, they say, who's God? He said, God. What's his name? He said, his name is God. They didn't know who's... I used to ask them, Okay, who's the one should I worship? Is it the Father, the Son, the Holy Spirit? But let me ask for example, Maryam, she's six years old now. You see, it's simple and clear. In Allah. Focus. You see, it's clear, subhanAllah. It's like a son in the midday. She said, Allah is my Lord. Allah is my God. And I want to ask her, where is he? She said, in the highest. So, whereas many people that, they are highly educated, but they don't know whom do they worship. SubhanAllah. The big confusion. Actually, every religion, they carry a book with them as a basis of their beliefs. But alhamdulillah, because what we carry a Quran, this is from Allah, it's not from Prophet Muhammad. Allah sent it down to us through the Prophet Muhammad by Angel Jibreel. I mean, it's already perfect. And there is no confusion in it. And there is no conflict between one verse to another verse. And between what Allah will say in one chapter and another chapter, you will not find it like confusing. And no contradictions. And no contradictions at all. Alhamdulillah. This is one of the best things. That's why you know of Abu Nisreen, I'm sorry, the verse is, Hero Israel, the Lord, our God, is one Lord. See, and they said, worship the God with all their hearts, with all their soul, with all their strength. None else to be worshiped, except only one God. SubhanAllah. This is the creed or the belief of a Muslim, Al-Aqeedah, we call it Tawheed, which means the oneness of Allah. It's clear. There is no confusion. There is no contradiction. And I will go to another thing that because to prove that Islam is the true religion and everybody should become a Muslim. And Allah subhanAllah they will be judged to that, that they are Muslim or not Muslim. And the judgment day, Allah subhanAllah gave us a chance in this life. so judgment day, no excuses. It's a hill fire or paradise. So we have to decide and to choose now where we are alive and nobody is holding the light. Let me say, if sometimes if I ask, like, I'll go to Arwa. Arwa, how many times do we pray daily? Fajr? Fajr. Abba, Aywa, Al-Asar, Aywa, Al-Maghrib, Aywa, Al-Aisha. Aisha. Al-Aisha. Al-Aisha Kham וaywa, Akham so судana mate 매u. Well, transformers, Al-Aishawhy, Al-Aisha 아이� Micah, Song Takmmer Kaan. Xerib, أربعة أربعة مغرب ثلاثة ثلاثة أربعة ما شاء الله مرية تصلي تصلي ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله قلت هذا الرجل يتكلم حسنا سبحان الله أعوت بالله من الشيطان بسم الله الرحمن يقول لهم الذي يمع معناه وعات ته يبحث أنه معنه أصدقائه قلت فصوصاً 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 انظر أبو عمر محامل أعتقد أنه الرسالة يتكلم أنه يبقى هل يتحدث في عربية؟ ايضا يسلوله لا يسلوله ماشا الله إنه يتحدث في عربية وشيخ نوحول هذا هو واحد من البركات القرآن يتحدث في الناس ويتحدث في الناس ويقوم بمتعام القرآن الحمد الله هذه المترجمات الآن يتعبون والأرسال الله سبحانه وتعالى ويقوم بمتعام القرآن لأنهم يتعبونهم بشكل جيد ويظهروا بشكل جيد ويظهروا بشكل جيد الإسلام أن يؤمن في الناس أعتقد أنك لديك شيئا لديك شيئا نحن أعود إلى القرآن لأن في تايلان يتعبون أنهم يتحدث لتعبون الر إذا كنت تقول لدي أصدقائي من تايلان ويجب أن تكون موقع كل جيدة ويجب أن يتحدث يتحدث الى قرآن ويجب أن تسمعهم أكثر من الأرام ويجب أن يحصل لا يمكن لناسبب الـ physics لكن إذا podكرون القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ب there you know you can hear very clearly every letter of it if you don't see the face you don't know who is this guy you don't know who they are and also there are some in минутة now in the Philippines you'll find lots of kids who are reciting القرآن very well it is because القرآن نعمة لنا أيضا عندما لم أكن موسلم قبل أن أتسمع القرآن من جانب 2 في السعودية لأن هذا هو الأخير الذي يمكن أن تشاهده وعندما نحن 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 ثم سيكون لديك أشعر قرآن نحن 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 قرآن حديث يبقى نحن نحن يليس سأرغان في التاجنة وي comedخبرين وأرده في المنطقة من التجديد منتجنة إلى الوقت تدركت من المنطقة وكان يدد نحن نحن يدد يمني وكان يساعد سألتبه ماذا يسلم؟ هذه الجمالي لا يمكنك تساعده لأنه سمع العربية وليه لا يمكنك تساعده في العلمية ويقول لقد سألتبه لك القرآن؟ لأنني لا يمكنك تساعد لك أمريكي تساعدك الكثير من الإسلام أريد تساعدك الكثير من الله سبحانه وتعالى لكنني لا يمكنك تساعده فقط سألتبه وإن شاء الله when we reach the compound the Islamic Center in Philippines we have many Filipinos then I would let them explain to you when they reach the compound I was there and right away he said I want to become a Muslim I said why what do you know about Islam no because I just heard the recitation from this Yemeni guy I just heard the recitation and it goes through my heart I don't know what Islam he said but because of the recitation and really this brother recites Quran very well yeah and the voice is good so he said it just went into my heart and I want to become a Muslim whatever it is I want to become a Muslim before starting dawah yeah just by reciting the Quran he said okay but we told him this Filipino driver we told him but before you embrace Islam let you hear from us what is Islam so we explained to him the basics of Islam Islam and then eventually he embraces Islam because you were talking now and finally our our eventually he became a Muslim yeah now we have one sister with the brother face Islam is I'm gonna call me the fucking the الله يعزك لجنة والجعلات المزار حسناك قواني بسرحك بسرحك؟ كنا نحني مرحبين 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 أعنى 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 ملتف؟ 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 معه؟ ملتف؟ 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 مشترون ملتف؟ نملكم ربط للتنظرين مرحباً أدنى حسنًا Ito lang yung point para ikaw ay pumasok sa Islam. So, of course, bilang isang kristyano na ikaw ay mag-muslim, actually, ang belief mo ay hindi mo ganun kalaking babaguhin dahil ang paniniwala kay Jesus bilang isang dakilang propeta at pagmamahal kay Jesus ay hindi mawawala sa iyo. Lamang, ilalagay mo si Jesus sa kanyang posisyon bilang isang dakilang propeta na pinagdala ng Allah na taala sa atin nung kanyang kapanahonan. At sa Islam, hindi pa siya namatay, hindi siya naipapa sa krus, bagkus naligtas siya ng Allah at inangat siya ng Allah sa langit, buhay siya, body and soul. So, paniniwalaan mo na si Jesus ay isang dakilang propeta, inangat ng Allah sa langit at babalik na mag-uli bago ang araw ng paghukong. Babalik siya dahil hindi pa siya namamatay. Ibabalik siya ng Allah dito para i-confirm kung ano yung mga katuruan na dinala niya noon na nangawala na ibinalik ni Propeta Muhammad at sa kanyang pagbabalik kung ano yung mga ibinalik ng Allah sa mga taala kay Propeta Muhammad, yan din ang kanyang paninindigan hanggang sa siya ay babawian din ang buhay, mamamatay at kasama natin siya ng harap sa Allah sa araw ng paghukong. Okay? Walang binyagan dito, hindi ka bubuusan ng tubig. Ang gagawin mo lang kung naniniwala ka talaga na Allah ang Panginoon, tinatanggap mo na siya ang Panginoon at si Jesus ay isang dakilang propeta at si Muhammad ay propeta rin katulad ni Jesus at lahat ng mga propeta, yun lamang ang point para tanggapin mo ang Islam. Okay? So gusto mo bang mag-Muslim? Okay. Sasabihin ni Sheikh, sa wikang Arabic, susundan mo lang ang ibig sabihin, sumasak si ka na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, si Muhammad alipin at sugo ng Allah, si Jesus alipin at sugo ng Allah. Kapag nasabi mo yan, insya Allah with intention, Muslim ka na ha? Apo. Okay. Masya Allah. Let's look cute. So, salam alaikum, sister. Alo? Do you hear me, sister? Alo? Hello, po. Kamusta? Magbute. Ayos lang? Okay lang po. Okay lang. Okay, ready to become Muslim, sister? Yes. No doubt, no citation at all? Wala ka daw bang pagdududa o wala kang, kumbaga, wala kay niisip na iba, tatanggapin mo ang Islam? Lala po. Buo. Wala? Buo, buo. Buo ang kanyang loob. Masya Allah. Kam sunsili out of heart? Yes. Masya Allah. Deep. Sir. Repeat after me, sister. Okay, say, bismillah. Ashadu Tusundamu lansha, sister. Ashadu 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 An La ilaha La ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Masya Allah. Congratulations, sister. Congratulations, sister. So, gano'n lang siya kadalik, no? Actually, ang maguhusga sa'ati ng Allah SWT Yung sa'puso mo. Kami hindi nami alam ko ano ngilalaman ng puso mo. Bat dahil tinanggap mong Islam, insya Allah yan ay para sa ikabubutin mo. So, sorry for but we have also because we were talking about shihada, we still have shihada. We have brother. Kuyana, assalamualaikum. Balaikum, assalamualaikum. Allah yihayikah, baby, ahlo, sahla. Yihayikibigik. Allahumma amin. Iyayikah, hamadu, walde, ha'na nab. Allah yilzaakum khayir, ma'kassar. Allah yitawol amort. Allah, stomach nikun fiha dyaa, ya kanat dyaawiyya, hal-e, misl-hazi. Ya layt, ya layt, Allah yitzaakal jinnah. Walayshadalik, alaikum, jayikah, abayiz, ba'idhin Allah. Allahumma amin. Ujuhuduk, 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 ujuhuduk. Ujuhuduk, 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 ujuhuduk. Ujuhuduk, ujuhuduk, ujuhuduk. Hali, ayyidhan qanat ukhurun, mo. سم عامرنا يا حبيبي فيه بس عندنا الشغال الله يسلم يعني أنت بغت السلم وليت يعطيكم إياها عطني الله يسلمك من كل شرق الله يتذكر شكرا الله يجاك الجنة بارك في عمرك يصلحني تفضل ريتك هلو كمستفو خيوم هلو هلو كمستفو هلو كمستفو هلو بوتين همان أنا بو بغالا نلا أرميلين أنا با أرميلين بيرتداثو أرميلين أرميلين تagasaan ka سا noodles أرميلين 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 كان julprint أرميلين 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 هو د Declaration الشيخي إن شاء الله مرحباً في الواقع إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ماشاء الله ماشاء الله أنا أسأل أخفي صلى الله الأخوات فضلا لو اغتسلنا الآن ثم يصلينا المغرب الآن أهل البيت شرحوا لهم طريقة الصلاة ومفردات الصلاة وأذكار الصلاة أيضا نستطاع أنهم يشرحوا لهم طريقة الغسل وهو الأفضل لذلك نحن نعود إلى نحن نتحدث نحن نتحدث أبو عمر هل لديك شيئا لكي أخبر أعتقد أن هناك شيئا في رأيك لا أعرف أحد نحن نتحدث عن التفاول من الحرسيان أبو عمر أنا أسسأل والله لا أريد أن أتحدث لك لا أتحدث لدينا أختي معليه سلام علي عليكم سلام يا خيتي الله أعرف عندي شغارة وتسلم الله يسلم من كل شر ومن عذاب الله أعطني يا الله يسلم يلا تكلم أعطني يا أخي أعطني أخي أعطني أخطي It means glory Glory Okay Luwalhati Saan ka sa atin? Sa Laguna po Laguna Laguna So ready ka ba Natanggapin ng Islam? Opo Opo Ready na po Alhamdulillah So Susundin mo lang Ang sasabihin ni Sheikh Nasir Dahan-dahan Of course Maglalagay ka ng intention Na kikilalani mo ng Allah Bilang iyong Panginoon At kikilalani mo si Muhammad Bilang huling propeta Si Jesus Bilang propeta din Katulad ng lahat ng mga propeta Pag nasabi mo yan Luwalhati With intention InsyaAllah Alam ng Allah ko Ano nilalaman ng puso mo And then insyaAllah Muslim ka na Okay? Okay Okay Bismillah Okay Repeat after me sister please Say Ashado An La ilaha La ilaha Illallah Wa ashado Anna 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 Muhamadan Inna Wa ashado Anna Anna Muhamadan Muhamadan Rasulullah 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 Masha Allah Rasulullah It's okay Masha Allah Nari yara muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Ashtabshar Bishara Bishara Nabi Rasulullah Salaam La Yehdi Allah Bishara Rasulullah Rasulullah Ashtabshar 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 ثم أنت الآن هذا عداد حسنات و نفعل خيرات صلوات العبد اللي يصليه هذا إذا أسلمها البيت كلها في بزان حسناتك تلقاها في هذه الحياة وبعدها مماتك وعند لقائك ربك سبحانه وتعالى فأسأل الله سبحانه وتعرف فقنا وإياكم لكل خير الآن معناه حد الأخت الجاهرة معنا قبل أن أطلع الفاصل الأخت الجاهرة سلام عليكم أخت الجاهرة معنا سلام عليكم وعليكم السلام سمي أختي كمستفو معناه حد يا أخوان أظن لصالة انقطع يا أخوان للأسف يلا معناه أختيم علي سلام عليكم أختيم علي سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام سمي أختي تسمعين يا أختي سمي عندي خادمة تغطي على الإسلام الله يجاز الجنة هو حرمت على النار اسمها وش اسمها هي ميري قلاري ميري قلاري يعني ميري قلاري عطينا يا أختي كمستك و طبعتم ما само علامك بمئك令 فما تخبرين مشارelyا حش Бог مشاريع ستبقون فم ملينة شيئی خالق محمد مجروم مرحبا والسلام على المشاهدين على المشاهدة وأشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله نبارك للأخوات والأخوان اللي أسلم عندهم ونسأل الله يحرمهم لأجر ويثبتنا إياهم على طاعته سبحان الله تسبل سينك رمال الله سبحانه وتعالى هذا يعمل على دعوة في الناس ويساعدهم 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 من الهدفة سنذهب لأجرس ونعود لأجرس أحبتي في الله سنخرج إلى فاصل قصير فكونوا معنا نخرج الفاصل ونعود ونقوم يكون فاصل ونواصل بإذن الله تعالى الحمد لله وصلاة والسلام ورسول الله أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا ونستكمل معكم ما تبقى من دقائق في حلقاتنا لهذه الليلة ونذكر الأخوة والأخوات الذين تابعونا مؤخرا هذه الليلة هي بلغة التقالب الشيء الجميل والرائع معنا سواء الأخوات أو البنيات أروى ومريم وزاكي أن الطموح هنا لا يقف سبحان الله وهذه يحملنا تبعات إضافية أهلهم ووالديهم كانوا غير مسلمين بعد الإسلام سبحان الله لم يقفوا الطموح هنا بل انقلبوا إلى دعاة الله سبحانه وتعالى ولهم جهود طيبة ومباركة في الدعوة لله سبحانه وتعالى سواء أم أروى أو مريم أو أم زاكي أو والدهم كذلك اللي هم جهود مباركة في الدعوة لله سبحانه وتعالى وكان أن هذا الله سبحانه وتعالى أعداد كبيرة سواء من الرجال أو من النساء على يديهم وهذا حقيقة فيه دلالة جميلة أن هذا الدين دين عظيم وبقي دوري ودورك ودور الأخت والأخ والكبير السن وصغير السن كلنا دعاة الله سبحانه وتعالى فلا يعني حقيقة نبخل على هذا الدين ولو بدقائق يوميا أو أسبوعيا أو بين وقت ووقتنا دعي الله سبحانه وتعالى إما بمطوية أو بكلمة أو بدعم أو بأي شيء يعني من وسائل الدعوة المختلفة وهي متاحة وتوفر جميع بين الله تعالى وبنسلين today we've said that our topic will be open so let's say you're imagine now you are giving دعوة as usual in the office there in Batha so people they used to come and to ask sometimes about different things what's the most thing that you see that people they are interested to ask about especially in a Muslim actually it's more of misconception because some like Christians when I was a Christian also I have lots of misconceptions about Islam so most of them you know they don't know exactly what is Islam and they have something in their selves that if they see them Muslims like it's they have there's a kind of wall for them if there's Muslim oops wait he's a Muslim and I remember in our community in my place when I was at the Muslim if there would be somebody Muslim staying in that place everyone said oh there's a Muslim there there's a Muslim there I mean what's a big deal if he's a Muslim in a way Philippines is an open society but of course because there are some kind of misconception from behind the mind of the non-Muslims which I have that before when I was at the Muslim if you see some kind of Muslim you think they are different but Alhamdulillah because most of the people I talked with I clarify with them who are the Muslims who the Muslims are worshipping because some people they even come to the point that they think Muslims are worshipping Muhammad but actually we are not we are worshipping Allah by the way of Prophet Muhammad Allah and we are worshipping Allah by the way of Prophet Jesus Christ just like all the prophets worshipped Allah and also they think that Islam is brutal Islam is extreme Islam they think of this they don't know that Islam is a kind of religion that our God sent it to us for us to develop some kind of tranquility within ourselves and one of the best thing that a person could get into when he becomes a Muslim is the belief in the Qadr I mean the satisfaction in yourself because this is the common thing what the Christians have in their own selves even the pastors or the priests they have some kind of some kind of identity crisis let's say it like this way that they don't find happiness they have something but they are not happy they are happy now but later they'll feel sad but Alhamdulillah in Islam we are consistent of course it's normal that you know we feel sad we feel mad we feel you know but at the end of the day we always satisfy because we know everything comes from Allah that's what we call it Akadar and we believe in the destiny that nothing will happen except from the pre-ordainment of Allah I will go to Meshari and I will come back to you if you are in my mind Akhi Meshari Salamu alaykum Wa alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum Salamu alaykum 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 Salamu alaykum alaykum Salamu alaykum اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أسلطبًا رجوع العقسة أسلطبًا حمزًا؟ لا؟ لا؟ لا أول ميكس جيدًا لنا نجتبعها؟ من تخذك أنتائت أسلطبًا؟ أسلطبًا صعيدًا جيدًا لنهم معنا نفس الإسسائل نعمل مهور تنفيذ وحبه وحبه نعمل مهور لذلك وحبه وحبه نعمل مهور وحبه وحبه اسمع وحبه فلصفا لله الوصف يلذىون أجل الإسلام أعجب إني الأساسية أعجب إني رأسه أنت سعيدة إلا الأساسية أنت سعيدة أعجب إليه أعجب إليه أعجب إليه إكواجهس الشسر ملاني أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله ارسل الله تابعه أرسل لا ابع سلام لك كل من أسلم عن هذا الحلقة أو الحلقات التي المضت أو من يسلم بعد الحلقة وهذه السلام كثيرة بحمد الله للدعاء نغصيهم خيرا بهم ثم يفتحلوا المجال للتعلم يا أخوان سواء نتواصل مع دعاة أو مكاتب دعوة أو دور نسائية أو كتيبات وأشهدت أو السديهات وكل ذلك في مزان حسناتهم أبو عمر يذهب لك نعم الحمد لله واحدة من الإسلام هو المختلفة بين الإسلام و الإسلام نعم نعلم أننا في الإسلام لدينا نؤمن وما لدينا نعم في فremos انform على الرحمن هنا هالسلام اذا نت شرب الإسلام او الأشوان تشرب iranus recently he explain about the belief about the acceptance of the christianity or the christian but in islam if you percept the belive for example you believe in Allah Aswan you believe in the angels believe it all the books the revelation you believe in all the messengers of Allah you believe in the Day of Judgment you believe in the destiny you're Muslim by heart and by الحمد لله لكن ما هو اسم لديه truly a believer unless you'll perform your duty as a Muslim like we have our kind of Islam which is shahadatullah ilaha illallah one of Muhammad ar-rasullah and put sexy na walang joshada pasambahin maliban sa Allah at the exact same as in Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a huling sugo alipina Allah and also washado anna isa abdullahi wa rasulah and put sexy na sasos ay propeta at sugo ng Allah this is number one number two is we have to perform our prayer you have to stand up and perform your five obligatory prayer like you asked our small sister so meaning kung muslim ka naniniwala ka you believe in six beliefs and you don't perform your prayer still you're not Muslim you are Muslim by name by nationality by passport but truly you are not Muslim why because it's clear that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam he said the division ang pagitan ng mananampalataya the division between the believer and the non-believer the non-muslim is salah so how could you stand on as a Muslim as a believer in Allah subhanahu wa ta'ala if you did not perform your prayer so meaning we have to believe we have to say the shahada the second we have to perform our five obligatory prayer the third is we have to give charity so we have only two or three minutes yes so just we want to remind our which would make it in Tagalog to remind our dear few words that to encourage them to become Muslim not to hesitate and don't listen to the shaytan yes that's he will guide them until they go to hellfire so they they have now they are God and now they are here in Saudi Arabia they have the opportunity and they alhamdulillah they they have heard many things about Islam and they discovered the beauty of Islam and the most beautiful thing that's which is oneness of Allah subhanahu wa ta'ala so you or Ahmad one of you my dear shaytan to encourage people not to hesitate not to waste their time and to grab this opportunity okay so first of all alhamdulillah ンダー alhamdulillah as Islam kung anuman anana kalahe sa kasulatan sabadala Quran yan din ang ginagawa at sinusulad nung mga Muslim hindi ka makakaroon ng makikita na conflict na ginagawa ng mga Muslim na wala sa Quran so ito yung pinaka maganda rito na anuman ang ginagawa ng mga muslim is merely an application المترجم للقناة 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 أنا 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 أسمعني أسفل 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 أسفل؟ أنا 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 ترجمة نانجز الدول على الاستفادة يلاعني جسول الدول على المعرنج من المستويين كجبيا نرينج ما بشا واحدة طلال التلقر اليوم بح للحظة الشركة لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ماشاء الله موسيقى